عودة آمنة طوعية إلى مناطق مؤهلة سكنيا وخدميا هذه أمنية كل عراقي نازح يريد الخلاص من قساوة ظروف مخيمات النزو لكنه عندما يدرك أن الواقع خلاف ذلك فالمدن مدمرة والبنية التحتية غائبة والخدمات معدومة وفوق ذلك لا يأمن على نفسه من انتقام الميليشيات في هذه الحالات تصبح العودة كابوسا تفضل عليه حياة المخيمات ولأن ملف النازحين معقد وشائك ومحرج للحكومة في نفس الوقت تريد وزارة الهجرة طيه دون معالجة دقيقة فهذه وزيرة الهجرة والمهجرين المعاد تدويرها للمنصب نفسه إيفان يعقوب تتحدث مجددا عما سمته عودة آمنة قريبة وضعنا خطة مبدئية وستتم دراستها في الوزارة بفضول النواب والحكومة الاتحادية مع الحكومة المحلية حتى مهد خلال الأيام القادمة بعودتهم إلى مناطقهم عودة آمنة وتهيئة ظروف مناسبة ليتم خلال هذا الشهر القادم غلق مخيم جدعة خمسة عودة تصفها منظمات الحقوقية بالإعادة القسرية بسبب غياب شروطها الصحية وصعوبة تطبيقها في ظل سيطرة الميليشيات على مناطق المهجرين وعدم وجود ضمانات حقيقية للاستقرار في المقابل حالة المخيمات تزداد سوءا يوما بعد يوم وعلى سبيل المثال للتخصيص مخيم الجدعة الذي زارته وزيرة الهجرة يعاني نقصا في المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب بالإضافة إلى انتشار الأمراض الجلدية والتنفسية وانقطاع التيار الكهربائي وفي هذا المقام كذلك حتى الآن لم تطرح الحكومة قضية مصير العائلات المهجرة من المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات مثل جرف الصخر والعويسات ويثرب والعوجة وعزيز بلد بالإضافة إلى سنجار التي ينشط فيها عناصر ميليشيا البككة المصنف إرهابيا ملف النازحين والمهجرين أشد تعقيدا من أن يطوى بقرارات ارتجالية عشوائية لتسجيل نصر مزيف فهو مرتبط أساسا بتغيير الجو السياسي والأمني العام قبل كل شيء